محمد صلاح صاحب الأسطورة والأرقام القياسية ملوش هتاف شهير عشان ما بلعبش في مصر ما بلعبش أهل وزمان آه طبعا خلي بالك خلي بالك كل الانتقادات اللي بتيجي لصلاح من جمهور الأهل وزمان عشان لا لعب هنا ولا لعب هنا يعني انت تخيل مثلا كده تعال لجمهيري النادي الأهلي قلوه ما بتركه ولا صلاح هايقول لك أبو تركه فعلا آه شيكابالا ولا صلاح هقول لك لا شيكابالا مع العلم لا هو أنا بس يعني مع احترام طبعا لشكابالا قيمة وكل حيات وابو تريكا قيمة وقدم للمنتقل لكن صلاح ما يتقارنش بحد أنا بكلمك على النوية بتاعة الدماغ دماغ الجمهير أنا بكلمكش على ان انت تيجي تقيم هو لو جدت قيم صلاح ما يتقيمش بأي حد في مصر ده في حتة تانية قارس صلاح بإنجازاته دي ما تعملوش هتاف حبيب قلبي ما أنا لسه بقول لك إحنا عندنا أعرف كنا نفتح الموضوع ليه بقى آه عشان صلاح عشان محمد صلاح أنا عايد اللي هو الأسطورة الأساطير ما حدش هيجي زيه تاني اسمع بقى ده بقى اللي لن يتقرر اللي هو لما يجي يلعب مطش وحش يقول لك صلاح فينه النهاردة آه ما يعرفوش انه أصلاً كل المنتخبات بتيجي حط عنها على صلاح ما يعرفوش أصلاً انه عشان صلاح يبقى زي ليفربول لما انت بتشوفه هناك حتظلوا ملعب كويس حتظلوا جماهير كويسة يعني لو لاعب تاني في الأهلي ولا الزمالك صرف النظر على المنتخب سجل أربع أهداف في جبوت يعني يشجعوا قوي ولا مش قوي كان إيه اللي ممكن يحصل دك أنا هيعود طول خلاص لغاية ما يبطل هيلعب عليها مدى الحياة فعلاً أيوة مش في الأهلي أو الزمالك وتعديلاً للأهلي هيقعد يلعب عليها لغاية ما يبطل كلما اتكلموا يقول لك لا ده جاب أربعة جوة كلما اتكلموا أحد يقول لك لا 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 حتى لو وحش بقى وحش وبدأ مستوى ينزل يقول لك يا عم انت ناسي ما أجاب لك أربعة جوة فاستارت الأهل والزمالك أو جمهرية الأهل والزمالك قوية فأنا بقول لك صلاح لو بيلعب هنا في أهلي أو زمالك هتعمل وتحديداً النادي الأهلي هيبقى ده بقى بعد عمر طويل مثلاً لو جيب ولعب هنا وتحديداً في النادي الأهلي رجع على مصر ولعب في النادي الأهلي ها مش ها رجع ده أنا بقول لك لاو هيبقى أسطورة الأساطير بالنسبة الجميلة الأهلي وللأسف الهتاف الوحيد الشهير لمحمد صلاح هو من جماهير ليفر بول طبعاً معروفه لو إدامنا نجيبه أسماجد ده الهتاف للناس يعني بره بره يا عم هنا زي كان بقول لك والله العظيم بيبقى مثلاً سالف الخمسة جميع عشان يحطها في الباقة وأول ما بيشحن يوم جاي يقول لك إيه صلاح النهاردة فيه يعني هتتجنن بأنا بقول لك عشان تشوف صلاح لازم يكون الأول هام أنا قلت لك الملعب اللي بيجري عليه صلاح هنا الملعب كلها في أفريقيا وفي مصر مش مستوية زي بره دي رقم واحد رقم اتنين الجماهير اللي هي بتفرق رقم تلاتة المدير الفني أساس اللي هو بيوفر طريقة لعب تخدم محمد صلاح بص كل اللي تعامله مع صلاح يا إسلام بيدله الكرة في رجله وده من أكبر الغلطات اللي هي بتحصل انت عايز بص أيام ما صلاح طلع كان مين اللي بيحطله الكرة في الحتة الفاضية بس عشان كده كان بيعمل ايه بيروح يجيب جوان هو دي شغلته انت حطله في الحتة الفاضية وملكش دعوة انت في ماتش الكونغ اللي كان هنا اللي وصلنا كاس عالم ها يا إسلام ان ان بيعمل كرة خبطت في دماغ الراجل يا ضوبك عدت وفرق تعاني اللي اتنين مساكين هو راح جاب لك جون الماتش اللي هنا ساعدنا كاس عالم اللي الناس يقول لك ايه هو عمل ايه المصر وجابوا الجون التاني من ضرب الجزاء حصل صح واتعدلنا ساعتها واحد واحد دلوها ضربت الجزاء ما هو برضو اللي جابها وفي الديئة ايه في الديئة الاخيرة يعني لو ضاعت انت بش توصل انت رغت بالك ورغم كده الناس كلها يقول لك هو عمل ايه ده بيجي المنتخب يا جدعان لجل النبي ايه شدوا بلاس طرق وما تتكلموش على صلاح خليكوا بقى مثلا ايه في مرموش اللي انتو عمالين تقول لي مش عارف ايه خليكوا في العيبة تانية لا هو محمد صلاح كابتن يعني طبعا انا بلمسها من ساعة ما يعني او بشوفها من ساعة ما هو بقى موجود في المنتخب وطبعا كلما بي بيعمل انجازات اقسم لك بالله ان في مصر والكون هو اللي كان في الكاميرون في الكاميرون بطولة امم افريقيا انا من عدتي لما بروح استادات انا ما بروحش اقعد في المقصورة لا انا بقعد الف في تلاقيني في الدرجة التالتة وتلاقيني في التانية بتولع الدنيا اه بقعد الف يعني حتى كمان ما عرفاكش هناك بتروح تولع الدنيا بين الجمال لا بجد والله كابتن انا عايز اقولك ان الاستاد كله كماليان هم اول لما بيشوفوك فبالتالي بيعرفوا انك مصري فبالتالي محمد صراح يعني مقفلين الاستاد جايين محصوص عشان محمد صراح في الملحب